في توقيت غريب في الشهر الكريم تمكن الترجي من تحقيق المطلوب والانتصار في مواجهة الملعب التونسي لحساب مقابلة كاس تونس لنصف نهائي الثاني ولنسخة الهادي شاكر ليحقق الأحمر والأصفر الوصول لنهائي الكاس وليواجه الأولمبي الباجي ويعتبر الترجي الأكثر نجاحا وطنيا ودوليا في جميع المسابقات برصيد 32 لقب من الرابطة التونسية المحترفة الأولى واخيرها موسم 2019-2020 وبالنسبة للكاس هذا النهائي سوف يوصل الترجي إلى اللقب السادس عشر حيث حقق 15 لقبا من كاس تونس كرقم قياسي واخيرها موسم 2015-2016 ودائما تبقى ألقاب ترجي الأحمر والأصفر في البال فحيث حقق الفريق خمس ألقاب من كاس السوفر التونسي وكرقم قياسي أيضا واخيرها نسخة 2020 وكاس الهادي شاكر منذ 68 ودورة حمدا اللاعواني سنة 78 وعلى المستوى الأفريقي فاز الترجي بلقب دور الأبطال الأفريقية لأربع مرات سنوات 94 و2011-2018 و2019 وإن شاء الله لقب الخامس هذا الموسم وحيث سيلاقي الترجي في تشامبيونز ديغة الأفريقية شبيبة لقبائل الجايز الجزائري في مواجهة سوف تكون صعبة ولا استهانة لفريق قد يكون يواجه مشاكل في بطولته وقد يكون قد غير المدرب ولكن كل شيء وارد والترجي عليه الحذر هذا وفيما يسعى الترجي لتعزيز صفوفه بلعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم المقبل وخاصة قبل انتلاق البطولة العربية التي ستكون في البال للأنديا 2023 وحيث تحتضن المملكة العربية السعودية في شهري يوليو وكذلك أغسطس نهايات المسابقة الأبرز وعلى الساحة العربية وشاركة الأنديا الكبرى وطبعا لن يكون نادي العاصمة التونسي معنيا بالتصفيات المواهلة للبطولة والتي انتلقت منذ مارس وباعتباره بطلا لدوري التونسي هذا وفيما يملك نادي الدم والذهب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس العرب للأنديا مناصفة مع الرشيد العراقي بثلاث ألقام توجى بها في نسخة 93-2009-2017 يبقى الترجي يبحث عن عدة أسماء للانتدابات الصيفية ويا حب ذان رائد الترجي يتجه إلى السوق البرازيلية والأسيوية للكشف عن مواهب جديدة أو حتى في أدغل إفريقيا وبالنسبة للأسماع التونسية الواردة والتي ممكن أن تكون في الترجي في المستقبل وفي المركات الصيفي محمد وائل الدربالي نجم منتخب تونس للشباب وأحد أبرز مواهب النسخة الحالية من البطولة والذي تعلق بشكل لافت مع نادي الأولمبي الباجي والذي على فكرة هو المؤهل والذي سيرعب ضد الترجي في نهاي الكاس وأسمى بشكل كبير في تاهو الفريقه لمرحلة الحسن من المسابقة هذا وتخرج اللاعب صاحب التسعة عشر عاما من مدرسة شبان نادي تولوز الفرنسي قبل أن يقدم أوراق اعتماده مع نادي الشمال ضمن منافسات الدور التونسي هذا ويتواجد الدربالي الصغير على ردار شيخلاندي التونسية والذي كلف كالشافي بمتابعة في عدة مناسبات خلال الموسم الحالي كذلك من الأسماء الواردة في قائمة الانتقالات الصيفية للترجي هيكل الشيخاوي جناح الاتحاد المونستيري الذي تعلق بشكل لافت خلال منافسات الموسم الحالي لمنافسات البطولة وحتى في كاس الكونفيدرالية الافريقية وأسهم الشيخاوي بعدة أهداف بين صناعة وتسجيل وكذلك في مشاركات منختلف المسابقات مع وصيف بطلة البطولة ويسعى الترجي لتقوية صفوفه في مركز الجناح الأيمن وفي ذل الترجع البدني لينيس البدري وكثرة صبات اللعب الأردني فيسل بزريق شرارة والذي لم يعد ععد بعد للمقابلات وللمواجهات اشتركوا في القناة